والله الدنيا شكلها حلوة عندك ياكوس الدنيا شكلها كويسة اول حاجة واضح عندي انه فيه تطور مادي او يمكن تكون فلوس جاية يعني مش دازم تكون الحالة المجاحة تعلى بس ان شاء الله فيه فلوس جاية وفيه حالة كده رخاء ان شاء الله شايفك بتقود عربة ومتجه بسرعة انت المسيطر على الامور دلوقتي ياكوس وانت طبعك مندفع شوية وراكب عربة كمان يعني انت ماشي فول سبيد فبالراحة شوية هي الدنيا شكلها كويس ما تقلقش من الحاجة كل حاجة حلوة بس خد وقتك شوية مفيش حد بيجري وراك عندك عجلة حظ الدنيا ان شاء الله بتتسهل يعني الحاجات دي وقتا ان شاء الله بتتسهل لكن فيه هنا شوية خوف انت خايف من حاجة معينة خايف من تغيير في شغلك واضح انو هيحصل فيه حاجة هتتغير الكلام بيتعاد اخرجي وتخلي تاني يا رين فيه تغيير هيحصل في شغلك فعلا شكلك هتروح شغلة تاني او هيتغير مكانك جول الشغلة بتاعك فيه حاجة عندك هتتغير فيه موت لشيء وولادة شيء جديد يعني افتكر ده التغير اللي بيحصل في العمل عندك يا قوس ولا ايه الدنيا عندك متشقلبة فيه عمل ايه التحول بتحصل عندك معاها بعدها تطور مادي تاني يعني تطور عندك مادي مرتين هنا وهنا مرتين الناس اللي حصل بينهم انت حباوز الراوتر اللي حصل بينهم انفصال شكل فيه رجوع لحبيب قديم او ممكن او ممكن يكون رجوع لصديق قديم او معرفة قديمة مش لازم يكون صديق بس المهم فيه حد بيرجع وبيقدم لك شيء حلو وحاجة هتفرحك هتبسطك فيه ارتباط هنا بس مش ارتباط جديد يعني الناس اللي في علاقة حاسين ان هما مرتبطين بشركهم قوي دلوقتي وانه هما ماشيين مع بعض في خط واحد عندنا كمان king of swords اهو بيقولك انت شخص ازاك يا قوس ومحبوب وعندك كمان بتدي نصايح كويسة والمنطق عندك اه المنطق عندك كويس يعني منطقك في التفكير كويس جدا اه اللي مش بيشتغل اللي مش بيشتغل فهو خايف من خطوة هياخدها اه حاسس انها هتغير حياته وخايف ان هو ياخدها زي انتوا شايفين كده متكتف ومش عارف يروح فين وحاسس ان هو مش شايف قدام ومش عارف الخطوة اللي بعدها ايه فعنده شوية قلق اه والتحول اللي عندك ده لو مش حاجة في الشغل فهو تحول شيء في حياتك فيه موت لشيء وولادة شيء جديد اه الناس اللي مرتبطين علاقتهم كويسة الناس اللي حصل بينهم انفصال ان شاء الله في رجوع الناس السنجل مفيش حاجة جديدة اوكي لخص القرية بسرعة تطور مادي كويس في عجل تحظ بالدور الحاجات تلوقفة ومتعطلة هتبتدي تمشي وتتسهل اه في عندك عربة انت ركب عربة وماشي بسرعة وانت القائد انت اللي بتحرك مفيش حد بيحركك لأ انت صاحب قرارك وانت اللي بتتحرك خوف من تغيير بس هيحصل هيحصل خفت او ما خفتش بس شكل فيه تغيير جاي فيه حاجة جديدة هتتعلمها معاها تطور مادي جديد هيحصل غير الاولاني وفيه رجوع لحبيب قديم او شخص عزيز عليك قديم اه وفيه ارتباط قوي نحو الشليك للناس المرتبطين دي لوفرز كمان اللي هو بتاع الاثنين المرتبطين دول بيوحي كمان بالاختيار ان هما اتنين فيه حاجة انت بتختار بينها ما اعتقدش ان هما شريكين مش واصل للموضوع ده ان هما شريكين بس لأ انت واقع في اختيار اه قوس انا بس اللي بيخوفني منك التصرع بتاعك حاول ان انت ايه بتاخد وقتك شوية في التفتير بلاش التصرع ده بس الدنيا عندك الحمد لله شهر ده شكلها ماشاء الله حلوة قوي 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 اوكي الجدي طيب الجدي بتطلب كتير يا جماعة حلوة قوي يا ساعد مساكي يا هند 21 ديسمبر ايه ده اول يوم في الجدي هاوتي باذن الله يدعي فيه حاجة حلوة فيه تغير ان شاء الله بس فيه تغير كويس يعني تغير حلو ان شاء الله اللي جاي والانترنت رجع الحمد لله بس انا خايفة ارجع على الانترنت بتاع البيت يرجع يبصل تاني فخليني على البقى وخلاص شوف لايب منوراني منوراني لحن الحياة اهلا بيكي منصرع قوي فعلا ومساني بيزبقني لما حالي هنصابني والله يا بنتي مش لوحدك يا ريم يعني كلنا لحن الحياة واي حد جديد منورين اللايب لو عجبك بليز اعمالي مشاركة يعني دوسي اعجاب بالصفحة ومتابعة لشين تشوفي فيديوهات الجديدة انا كل يومين بطلع لايب تعال نشوف بقى الحالة العطفية اخبارها ايه والعفية ليه يعني ايه يا صافي يا حبيبتي يا مروة ده انت الامارين ازايك يا روحي لا قاعدت واني يتخوني جاة قولي كده وتمشي يعني لا خليكي اعدا معاني مساء الفل يا حكاية عيشة اوكي تمام يلا الحالة العطفية للمجموعة الاولى تسلميلي يا هدير عن القوس احنا بنقول القوس النهاردة هو يتقال وقلت بدل برج تاني ليه؟ لما ان التصويت كان صالح الحمل بص يا اسراء هو فعلا حصل قلت الحوت بدل الحمل بس رجعت قلت الحمل وبعد ما قلت الحمل الصفحة تقفلت والفيديو ده انا مساحته يعني انا مساحته بنفسي لان كنت خايفة تكون من الصفحة تقفلت بعد يعني بسببه هو ده انا قلت حاجة غلط في الستريم ده فعملت له دليت انا شلته بس انا قلته والله يا حبيبتي بس ان شاء الله هعيد قريته تاني ولا يهمكو خالص يا حبيبتي يا شايمة اسلامين مساء الفل يا سعيد لو خدتوا بالكم ارجعت الكروتي القديمة تاني بشحن البديدة يلا بينا الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج القوس ارى الصفحة مدت اخص的 موسيقى طيب أنا ليه حاسة أن الطاقة عندكم في الحالة العطفية مش حلوة يا كوس بصوا واضح أنه فيه اختيار فعلا الشريك القوس قصدي القوس عايز يحسم اختيار شكله بيختار بين شخصين ومحتار بينهم أو أنه هو محتاج يرتبط بشريكه أكتر يعني حاسس أنه هو مش مرتبط بكفاية معرفش هو حاسس حاسس أن علاقة مش مكحة قوي حاسس أنه هو مش حاسس بأمان قوي طلع كرت الشمس يعني فهو عنده نقص في الأمان أو نقص في السعادة عنده نقص في حاجة شايف شريكه إزاي؟ شايف شريكه بيحبه؟ يعني هو عارف أنه هو بيحبه؟ طب إيه الموضوع؟ شايف شخص رومانسي؟ شايف أنه هو شخص رومانسي؟ يمكن هو رومانسي بس ببقاش رومانسي معاك؟ ولا إيه الموضوع؟ الطاقة فيها جرح فيها قلب حزين فيها حزن الشريك بقى عايز إيه؟ الشريك عايز يبقى عن المشاكل ويروح مكان هادي يعني واضح أنه ممكن تكون طاقتك الأيام دي سلبية شوية فهو محتاج يبقى عن الطاقة السلبية دي ويروح مكان بعيد عايز إيه كمان؟ عايز زي ما تقولوا حد كبير يحكم بينكو يعني يقول مين غلطان ومين مش غلطان؟ شايفك أنت إزاي؟ شايفه حظ يعني هو شايف أنه هو بيمده بالحظ وبيمده باليعني زي ما تقولوا بيتفائل بيه لما بيبقى معاه أموره بتتسهل فمين وشه حلو عليه؟ شايفين هو وشه حلو عليه؟ اللي بيحصل الشهر ده في قلة مواجهة يعني في حاجات لازم تتواجه وتتقال لكن ما بتتقلش ما فيش مواجهة بتحصل هتبتجد تخشه في مرحلة جديدة شوية ممكن تكون مرحلة أحسن مرحلة أحسن شوية بس فيها برضو عزلة يعني أنا شايفة أن القوس منعزل وقاعد لوحده وقاعد يفكر يعني رأيه يا جماعة طب إحنا حطينا إلنا عن مشكلة طب إنت يا قوس شايف إن الشيكك بيحبك لو الإراءة إراءة زي ما أنا شايفة كده إن الإراءة ماشية صح إنت شايف إن شيكك بيحبك وإنك إنت وشك حلو عليه وكل الحاجات الحلوة دي إيه سبب الحيرة اللي إنت فيها أو الاختيار اللي إنت فيه أو اللي إنت حاسس إن هو مش مرتبط بيك كفاية وإن العلاقة مش ناكحة وإنت مش سعيد حاس أنت مش سعيد كفاية العزلة وإنك إنت يعني تبعد وتنعزل لوحدك وتنفصل عن شريكك حتى وجدانيا يعني حتى بمجرد تفكير ده أنا مش شايفة إن هو قرار صح أنا شايفة إنه لو عايز تقرب قرب بس قرب مش شايفة مشكلة إنه تتقرب وتتعبر عن مشاعرك وتعبر عن اللجواك وشيكك هيسمعك لأنه بيحبك يعني السبق الأزاد بالبساطة دي بالزبط كده هو بيحبك فهيسمعك وبس وشيكك مش عايز مش عايز مشاكل دلوقتي أكوس يعني هو مش حابب مشاكل دلوقتي هو حابب يكون فيه هدوء شوية لأن طبعا هو عنده أكيد حاجات بره كتير يعني قيمة بالواجب ومش شايف إنه هو يعني فيه سبب بيخليك تكون متدايق منه بالطريقة دي فمش عايز مشاكل وأنا صراحة أعذره في حاجة زي دي ترى ما مفيش مشكلة أساسية يعني أنتوا قادرة طبعا أكيد فيه تفاصيل جوه أنا مش عارفاها بس ده الصورة العامة الصورة العامة شريكك بيحبك شريكك مش عايز يعمل مشاكل معاك وعايز تعدوا الفترة دي وتروحوا بره أمان فياريت طيب ياريت عدوها بقى مع بعض كده اديكوا في قدين بعض شبكوا اديكوا كده وعدوا رحوا بره الأمان مع بعض بهدوء كده لأنه مفيش أي داعي للي انتوا عاملينه ده كويس جدا يا عبير حلو حلو جدا خلاص يبقى زي ما قلتلكو بليز امسكوا قدين بعد كده وعدوا كده بناحية تانية بالراحة والمواجهة مش شرط تكون المواجهة فيها يعني عنف انتوا محتاجين تواجهوا انت محتاجين تطلع لجواك بس فطلع وارتاح يعني قول لجواك وارتاح الاسد اتقال صحيح يا لله؟ احنا قلنا يا برج الاسد بشكرك يا رؤى انا قلت المرحلة الاولى دلوقتي شفت الحظ عنده حلو قوي القوص المرحلة الاولى هنشوف دلوقتي المرحلة التانية اخبارها ايه؟ انوك صح اوي بشكرك يا اسيل مش مهتم بيك هادي المشكلة حلوة قوي يا ام ادهم وصلنا لي المشكلة الاساسية طيب مش مهتم هل هو مهتم بحد تاني؟ ولا هو مش مهتم لان هو عنده حاجات تعباء اصلا قرادي ضغوط حياة ومسئوليات وشوية حاجات كده فابتده اهتمامه يقل من عندك شوية لو دي الحالة معلش يعني استحملي شوية يعني عدي شوية عذورية التمثيل والعذور وبطريقة ظريفة كده يعني مين حايديني اهتمام ليرك؟ انا احتاجة شوية اهتمام يعني انا عرفة انا مقدارة ان انت عندك حاجات ومشغول وعندك شغل والحاجات دي كلها بس انا برضو ليه يعني اكيد انا من ضمن الحاجات اللي انت مفروض تهتم بيها فانا عايزة بقى بس شوية اهتمامه موضوع بسيط خالص والله مش محتاج العزلة يعني مش محتاجة عزلة خالص يا حبيبتي وانا بموت فيك يا زنينة كلمكم صاحب اشكرك يا هودا العزراء قريب حبيبتي حاضر حبيبتي يا شقاوت اسكندرية عفكرة كلامك صحي جدام سبب البعد الاهمال وعدم الاهتمام اه فهمت 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 بسيطة قوي يا جماعة والله بسيطة مين عامل حاجات بتعيط لا تليز انا عايزة قلوب ولايكس اه تم استهلاك المتاح خلصنا خلصنا الانترنت طيب نخش بقى على المجموعة التانية القراءة العامة لبرج القوس الجميل اللي مش متسرع اه يا خدي وات القوس هنا في ارتباط ماشي واتفاق نحو المستقبل مع شخص خلوا بالكو القوس مش كله بيمشي عليكو القراءة دي شكلها قراءة ولادي فالبنات بسترعوا شوية وانا هقولكو بقى ريادكو انتو بعدين بالنسبة لكو انتو هنا في اتفاق مع شخص مع الشريك نحو المستقبل اه حد هيجي ويتكلم وخلاص عايز ايه ارتباط رسمي الناس من الجوازين برده قاعدة مع الشريك وبتتكلموا وبتزبطوا حاجة نحو المستقبل بترسموا مستقبلكو مع بعض هتعملوا خطوات نحو المستقبل او على اقل اتفاق يعني بالنسبة للولاد بقى فهو ارتبط بشخص بس هو مع شخص تاني بس فيه شخص تاني الموضوع هيتعرف حيزعل لا حيزعل الطرف اللي اتخدع او هم اكيد الاتنين اتخدعوا حيزعل وهجيد الناس تزعل بص هتبعمل ازاي زعلان وهتصار تبعد 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 فراء تحس بخسارة شديدة شديدة تقريبا هتخسر الاتنين يقص لو انا لحقتك قبل ما تعمل حاجة زي دي وقف اللي انت بتعمل ده انت بترتبط بشخص او بتوعد شخص بحاجة نحو المستقبل وانت قردي مع شخص تاني فيه علاقة سلسائية خلاص؟ تعالوا بقى نكمل قرية عادي بقى انها ايه؟ تبقى اولاد وبنات البنات احتفال احتفال هتحتفلوا بحاجة شكلها شكلها خطوبة الشخص اللي هيتعرفوا عليه ده او هتفقوا هتفقوا معهم على حاجة ان شاء الله في احتفال لو انتم متزوجين برضو بتحتفلوا بحاجة يمكن حاجة خبر حلوة هتسمعوه الحاجات اللي بتفرح دي بس عيد ميلادة انجواز عمره حاجة من الحاجات اللي بتفرحنا دي وهتحتفلوا مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة